السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة يا جماعة جاي أقول لكم على شوية معلومات غريبة جدا ويمكن أغلبنا ما يعرفهاش رغم أن احنا بنستخدم المعلومات دي بشكل يعتبر يومي وهي يعني أول حاجة عايزة أتكلم عليها لما حد مثلا يجي يسألك أنت عامل إيه فأنت ترد عليه تقوله أنا ميت فل واربعتاشر طب يعني ليه ميت فل واربعتاشر ليه مش مية وخمستاشر مثلا ليه مش مية وعشرين ليه مش مية بس أنت راجل مية مية يعني صحتك مية مية يبقى المفروض أنا مية مية إنما مية واربعتاشر ده حاجة غريبة شوية ومن هنا يعني أنا حابب أوضح المعلومة دي وهي أن مية واربعتاشر زمان أيام القدماء المصريين كانوا بيرسموا إن الإنسان على الحيطان كده يعني بشكل سيمترك يعني بيرسموا الإنسان كده على الحيطة فقبل ما يرسموه عشان يطلع شكله مظبوط كده وفيه سيمترك في الموضوع بيرسموا مستطيل وبيتقسم له مربعات صغيرة فعشان يرسم الإنسان كان بيقسم المستطيل ده لمية واربعتاشر مربع ومن هنا جات كلمة مية واربعتاشر إن أنا لما حد يسألني أنت عاملي أنا مية فل واربعتاشر يعني أنا إنسان كامل ما فيش فيه غلطة أو ما فيش فيه مشكلة وبردو فيه معلومة تانية لما حد يجيش تم حد مثلا ويقول له أنت ابن ستين كلب ليه ستين كلب يا جماعة ليه مش سبعين ليه مش تمانين ليه ما أنت ابن كلب وخلاص ليه لازم الستين دي برضو لأن القدماء المصريين لما كانوا بيرسموا على الجذران الكلب كانوا بيرسموا مستطيل وكان بيتقسم معاهم إلى ستين مربع صغير عشان يقدروا يرسموا الكلب بشكل مظبوط بدون أي أخطاء فيه فلما تقول لواحد أنت ابن ستين كلب يعني أنت ابن كلب بكلب كما أنزل يعني ما فيش غلطة بس فيه معلومة برضو يا جماعة يعني قديمة شوية بس مش عارف برضو حد يعرفها ولا لأ هي إن لما حد يجي مثلا يغلط أو مثلا هنتكلم الأول على موضوع إن لما تيجي تسأل حد على سعر حاجة فيجي يقول لك دي بالميت تعمل لها كذا فليه بالميت يا جماعة ليه مش بالحي ليه الكلمة دي تحديدا اتقالت هقول لكم بس ركزوا معايا شوية زمان ما كانش فيه حاجة اسمها طرب أو هن حد يموت يروحوا يدفنوا في الطرب كان كل واحد عايش في حتة في الأرياف أو في حتة أرض بيزرحها أيا كان مكانها فيه لو حد مات من آلته كان بيحفر في حوش البيت ويدفنوا فيه فلما يجي بعد كده عايز يبيع البيت دوة فكان بيعرنوا للبيع ففي الوقت الحالي أو في الوقت دوة كان البيت لو تباع بالميتين اللي فيه كان حيبقى سعره قليل جدا ولو شلت انت حفرت وطلعت بواقع الميتين اللي انت دفنهم وبعدين بعت البيت حتبيعه بسعر عالي جدا فلما كان حد يعرض بيته للبيع فكان يقوله ايه بالميت يعني ايه باقل سعر ممكن تاخده فمن هنا جات كلمة بالميت واشوفكم في حلقة جديدة ومعلومة جديدة ويارب تكون المعلومة عجبتكم ونتقابل الحلقة الجاية ان شاء الله مع السلامة